السلام عليكم متابعي قناة HD فيلم الكرام لو بتحب القضايا والإصارة والتشويق يبقى لازم تدخل دلوقتي على بيتج أرشيف هتلاقي الرابط في أول كومنت ما تنسوش الدعاء لإخواننا اللي تحت الحصار ربنا يسبتهم وينصرهم ويرحم شهدائهم وبيبدأ تاني فيلم من سلسلة الأفلام الأقصر رعبا في التاريخ مع شخص بيفوق يلاقي نفسه في غرفة مخيفة وعينه بتنزف دم كمان حوالين رئابته جهاز غريب وهو مش فاهم حاجة لحد ما بيلاقي التليفزيون اشتغل وظهر الدمية جيكسو المخيفة علشان تفهمه قوانين اللعبة جيكسو بيعرفه إنه واشي وبيكسب قوت يوم من مرأبة الآخرين علشان كده قرر جيكسو يلعب معه لعبة الحياة والموت الجهاز المربوط حوالين الشخص ده يبقى قناع الموت ولو ملقاش المفتاح بتاعه في الوقت المحدد هيقفل على وشه ويدمره تماما وبيظهر له فيديو لما كان بيعمله عملية في عينه وزرع فيها المفتاح وده بيفصر سبب النزيف اللي في عينه الشخص بيتصدم إنه حرفيا لازم يفتح عينه علشان يخرج منها المفتاح وينجب حياته دايما الخيارات اللي بيسيبها جيكسو بتبقى أقصى من بعض ومرعبة جدا الراجل شاف إنه مفيش وقت وبيبدأ يحاول يطلع المفتاح من عينه لكن الآلم لا يوصف والراجل مش قادر يجرح نفسه بالشكل المرعب ده علشان كده بيستسلم والوقت بيخلص فبيقفل قناع الموت عليه علشان يموته متباشي على الغاية والتاني يوم بيبقى الشرطي إيريك وصل قسم شرطة معين لأنهم أبضوا على ابنه داني وبتبقى العلاقة بين إيريك وداني مضطربة جدا بعد انفصال إيريك عن مراته وبيتخانق طبعا مع ابنه لأنه كل شوية يروح يجيبه من اسم شكل بسبب المشاكل وأثناء ما كانوا بيتخانق وبيزعق في إيريك جامد وبيطلب منه يروح لأمه أحسنه ويبعد عنه بس طبعا إيريك لما بيقعد مع نفسه بيفهم إنه غلطان وبيحاول يتواصل مع داني بكل الطرق لكن تليفونه دايما مقفول لحد ما بيتجيله مكالمة من بريتني المحققة زملته لأن في قضية خطيرة وبيتحرك إيريك لمسرح الجريمة علشان يتصدم إن الضحية كان واحد من مخبرينه في الشوارع والصدمة الأكبر كانت الشكل اللي مات بيه بعد ما قفل عليه قناع الموت إيريك بيبص في علامات معينة في جسمه وبيتأكد إنه المخبر بتاعه فعلا طبعا بريتني الخبيرة بتبقى فهمة إن الموضوع ده من أعمال جيكسو الخطير لكن إيريك بيبقى شايف إنها جريمة عادية وملهاش علاقة بجيكسو ولا حاجة لكنه بيتفاجئ لما بيلاقي كلام مكتوب بالدم في الغرفة وبيطلب من إيريك يبص عن أرب على قد ما يقدر ورغم كل ده إيريك بيبقى عنده من المشاكل ما يكفي مع امراته وابنه ورافض إنه يتدخل في القضية دي لكن في الليل مش بيقدر ينام وبيفضل يفتكر شكل المخبر لحد ما بيلاحظ إن في اسم مكان مكتوب على قناع الموت فورا بيروح لباقي القوات وبريتني علشان يهجموا على المكان ده وبالفعل أول ما بيوصلوا للمكان بيلاقوا فيه أفخاخ في كل حتة وأدوات تعزيب كتير لكن الأهم إنهم بيشوفوا جون جيكسو مريض السرطان وهو قاعد على الأجهزة وحوالي الأدوية بتاعته وبيبن إن جون كان منتظرهم وفورا بيحطوا في إيده الكلبشات وبيستفزوا إيريك لإنه قرب منه زي ما طلبه لكن قبل ما يخدوه ويمشوا وبيصدمهم جون وبيعرفهم إن محدش هيمشي من هنا إلا لما يحلوا مشكلتهم الأول المشكلة اللي بيقول عليها دي موجودة في واحدة من غرف المكان ولما بيدخلوا للغرفة دي بيلقوا مجموعة كبيرة من الشاشات بتعرض بس مباشر لأشخاص محبوسين في مكان المصيبة إن إيريك بيشوف ابنه داني من ضمن الأشخاص دول وبيبقى هيتجنن بيجري على جون وهو بيصرخ وعاوز يهجم عليه بسبب اللي بيحصل وقتها بيعرفوا جون إنه لازم يلاقي ابنه في خلال ساعتين وإلى الغاز المنتشر عنده هيضمر خلايا جسمه كلها وهيموت وبيأكد له إن داني موجود في مكان آمن لكن طبعا مش بيقوله فين في الوقت دا داني والمجموعة اللي معاه بيصحوا يلاقوا نفسهم في المكان ومحدش فاهم وصل هنا إزاي دا كمان في بنت واقع على الأرض وفقد الوعي تماما وبيلاحظوا وجود الكاميرات في المكان وداني بيأكد لهم إنها صورة فقط بدون صوت وفجأة بتفوق البنت اللي على الأرض وهي منهارة وعملة تصرخ وبيحاولوا يهدوها لكنها بتجري على الخزنة الموجودة في الغرفة بتحاول تفتحها لكن بتفشل فبتفضل تدور في المكان لحد ما بتخرج مسجل صدقه وشريط واحد من الموجودين اللي هو جورج بيسألها عن الموضوع وهنا بتشغل الشريط وبيبقى جيكسو بيكلمهم وبيعرفهم إن المكان اللي هم فيه مش مهم الأهم إنهم يحاولوا ينجب حياتهم منه لإنه في خلال ثلاث ساعات الباب هيتفتح وكلهم يقدروا يخرجوا لكن المشكلة إن قدامهم ساعتين بس ويموتوا بسبب الغاز اللي بيشموه من ساعة ما وصلوا هنا فبيعرفهم جيكسو إنهم هيخرجوا من الغرفة دي علشان بس يدوروا على الترياء الترياء اللي موجود منه واحد في الخزنة اللي قدامهم دي وأرقام الخزنة السرية موجودة مع كل واحد فيهم كل المطلوب منهم يفكروا لإن الأرقام ورع قولهم وبيأكد جيكسو إنهم أول ما يعرفوا المشترك بينهم هيفهمهم ما هنا ليه وطبعا علامة إكسا هتبقى شرارية المساعدة بالنسبة لهم وبعد ما بيخلصوا الشريط بيلقوا مفتاحه مع رسالة إنهم ما يحاولوش يفتحوا الباب بيه ورغم كده بيتقدم واحد وأول ما بيحط المفتاح بينضرب بالنار في عينه وبيموت في الحال جورج وقتها بيتعصب على الآخر وبيسأل البنت اللي كان مغمى عليها فبتقولهم إن دي أعمال جيكسو ولازم يلعبوا على حسب قواعده ولما بيسألوها عرفة كل ده إزاي بتعرفهم إنها أماندا اللي لعبت قبل كده مع جيكسو وكانت الناجية الوحيدة في الوقت ده إيريك ما بيبقاش قادر يستنى وبيروح لجون ويسأله على اللي عايزه جون بيأكد له إنه مش عاوز غير شوية وقت معي يتكلمه مع بعض وساعتها هيشوف ابنه كويس وبخير ولما بيهددوا إيريك إنه لو ابنه حصل له حاجة هيخلص عليه يسمع اللي عنده على عكس قائد القوات اللي بيبقى شايف في الوقت بيعدي ولازم يتصرفوا بسرعة أما داني والبقية فبيتفتح قدامهم باب وبيخرجوا فورا علشان يشوفوا هيتصرفوا إزاي وواحد فيهم ضخم الجثة اسمه أجزافير عاوز ينقذ نفسه بس ويحاول يلاقي الترياء لوحده ويخرج من هنا أما إيريك فقرر إنه يفضل غرفة زي ما طلب جون ويقعد يتكلم معاه وبيأكد له جون إنه لو قدر يقعد يسمع كل اللي عنده هيلاقي ابنه بخير أكيد وبيشرح جون وجهة نظره عن أعماله وبيقول إنه ما بيقتلش حد هو بس بيحط الاختيار قدام الناس وهم اللي بيختاروا بنفسهم بس إيريك بيبقى متوتر ومسك نفسه بالعافية لإنه خايف على ابنه جدا في الوقت ده حاول أجزافير بكل الطرق يكسر الباب لكن بيفشل لإنه وراء الخشب باب كمان أقوى من الحديد وبيقدر جورجي يعرف إنه هو واتنين كمان كان ليهم سوابق قبل كده وعاوز يكمل أسئلة معاهم لحد ما يحاولوا يفهموا الرابط اللي بينهم لكن بتقطعهم واحدة من الموجودين لإنها لقيت بابة فتح الكل بينزل فورا وبيلاقوا أدوات كتير وجسة ومع الجسة كان فيه مسجل تاني لواحد فيهم جيكسو بيشكروا فيه إنه ساعدوا على خطف البقين علشان كده بيعرفوا إنه سيبلو ترياء في الفرن اللي قدامه ولو دخل جوه كمان هيلاقي ترياء تاني يديل أي حد من البقية وقتها بتفتكر واحدة من البنات إن فعلا الشخص ده هو اللي خطفها وبسبب إن الكل ألب عليه أجزافير بيهدده بالسكينة على رقابته علشان يدخل يجيب الترياء لكن الغريب إن الراجل بيجرح نفسه بالسكينة علشان يعرفه إنه مش خايف ولا حاجة وبيقرر إنه يدخل يجيب الترياء وبعدين يتكلمه وبالفعل بيمسك أول ترياء ولما بيحاول ياخد الترياء التاني الباب بيقفل عليه والنار بتشتغل الكل بيحاول يفتح الباب علشان بس ياخده الترياء لكن الباب اتقفل بإحكام شديد جدا الراجل حرفيا بيتشوي جوه وبيتعذب عذاب قليم جدا ومحدش قادر يعمله أي حاجة وبيكسره شباك الفرن اللي وراء وبيحاول الراجل يخرج منه بعجوبة لكن بيفشل وبيموت موتى عنيفة جدا لكن كل اللي كان شغل أجزافير إنه ما جابش الترياء وزمانه تفحم دلوقت في الوقت ده كان جون بيسأل إيريك عن علاج السرطان وطبعا ما بيقدرش يرد عليه وبيفكروا بالمشكلة اللي عملها مع ابنه في آخر مرة شافوا فيها وبيبقى جون مستغرب ليه بيظهر الحب دلوقتي علشان حياة ابنه على المحاك في حين إنه كان قادر يقدم له الحب ده في الظروف العادية وبيحكيله عن أول مرة حاس بالإحباط فيها لما راح يكشف عند دكتور جوردون ضحياته الأولى وعرف إن عنده سرطان وهيموت وقتها جون عرف معنى الحياة أكتر وإزاي يحس بقيمة الأشياء الصغيرة في حياته علشان كده بدأ أعماله كجيكسو في سبيل إنه يعلم الناس إيمية الحياة اللي بين إيديهم وإنها ممكن تروح في أي وقت خصوصا بعد ما حاول جون إنه ينتحر وفشل وقتها استغرب من قدرته على المقاومة وإنه عاوز يعيش ساعتها فهم أكتر إن الإنسان لما بيتحطف ظروف معينة بيخرج غريزة البقاء اللي عنده لكن إيريك ما كانش فارق معاك كل الكلام ده وعاوز يوصل لإبنه بأي طريقة وبيتعصب وبيقوم يمشي لما بيسأله جون إذا كان بيقدر حياته أو حياة ابنه في الوقت ده داني بيعرف من أماندا إنها كانت مدمنة علشان كده دخلت لعبة جيكسو في المرة الأولى ودلوقتي هي موجودة هنا لإنها متعلمتش الدرس وحاولت تخلص من حياتها من فترة بعدها الكل بيتحرك لغرفة معينة فيها باب علي مؤقت بأربع دقايق فقط وهنا بيلقوا مسجل جديد لأجزافير جيكسو بيعرفه إنه تجر ممنوعات والنهاردة هيلعب مع لعبة تديله الأمل في النجاة وبيعرفه إن في الحفرة اللي قدامه موجود مفتاح الباب ده ولو ما جابش المفتاح قبل الأربع دقايق الباب هيتقفل للأبد وعلشان يعاقب أجزافير بالسم اللي بيقدمه للناس الحفرة كانت مليانة بالحؤن الحادة خلاص فاضل دقيقتين بس فبيقرر أجزافير العنيف إنه يشيل أماندا ويرميها وسط الحؤن وبيفضل يصرخ عليها علشان تدور على المفتاح وأماندا حسب ألم لا يوصف حرفيا من الإبر اللي غرزة في جسمها بتفضل تدور زي المجنونة لإنها خلاص نزلت وعلى اللحظة الأخيرة بتاخد المفتاح وبتدي الأجزافير لكن الوقت بيبقى خلص والباب بيتقفل للأبد ورغم إنهم خرجوا أماندا بجروح خطيرة جدا إلا إن أجزافير ما بيفرقش معاشك لها وبيبقى شايف إن هي السبب في تأخرهم وقتها بيعرف الكل إنهم عندهم سوابق ما عدا المراحق داني في الوقت ده إيريك بيجيب أوراق جون وبيفضل يقطعها قدامه علشان يديقه لكن جون كان هادي جدا ومش فارق معاه حاجة وبيفضل يفكر إيريك بالأعمال الشريرة اللي عملها وإزاي كان بيلبس أشخاص أبرياء أدلة مزيفة وكمان بيطلب منه ياخد حاجة موجودة في درج المكتب والأوراق دي بتبقى للأشخاص الموجودين في الغرفة كلهم ودول إيريك لبسهم جرائم ودخلهم السجن في فترة من فترات حياته واللي منهم أجزافير اللي في الوقت ده راح للخزنة والسم بدأ يتملك منه ومش عارف يعمل أي حاجة لحد ما بيلاحظ رقم على ظهر الجسة اللي في الأرض وبيفهم إن أرقام الخزنة الموجودة ورعاء لكل واحد فيهم زي ما قال جيكسو وبيقوم يهجم على جورجي اللي بيقاوم القوة الغاشمة بتاعة أجزافير لكن السم بيبدأ ينال منه هو كمان علشان كده أجزافير بيديله بالحريدة في دماغه يوقعه ميت في الحال وبيعرف الرقم اللي وراء ظهره وبيتحرك علشان يشوف البقيين في الوقت ده أماندا شافت علامة الإكس واللي فيها صورة لداني مع أبو إيريك وقتها بيفهم التلات بنات إن داني ابن الراجل اللي حباسهم كلهم وواحدة منهم بتموت بسبب السم اللي تغلغل لجسمها كله وبيفضل أجزافير يطريضهم تحت أنظار إيريك العاجز وخايف جدا على ابنه وهنا بيقرر إنه يروح لجون بوش تاني وبيبدأ يضربه بمنتهى القوة والعنف علشان يعترف على مكان ابنه وواحدة من البنات شافت حقنة الترياء في أفص إزاز لكن بمجرد ما دخلت إيديها الحقنة وعت وكمان مش هتقدر تخرج إيديها خلاص غير لما تقطعها تماما أجزافير بيشوفها فبياخد الرقم من ظهرها وما بيهتمش حتى إنه يساعدها أما إيريك بعد ضرب شديد جدا في جون بيقوله جون إن اللعبة انتهت وهياخده هو الوحد على البيت اللي فيه ابنه وبالفعل بيتحرك الاتنين سوا في الوقت اللي فيه فرقة التقنية وصلت لمكان البس اللي ظاهر على الشاشات وبيتحركوهما كمان وأجزافير كان بيحاول بكل قوته إنه يهجم على داني وأماندا لكن بيكتشفوا تحت الخزنة مكان سري وبيقدروا يفتحوا بالمفتاح اللي شافوه في البداية وفي نفس الوقت بيوصل إيريك أخيرا للبيت وبيدي له جون كمان المفتاح علشان يدخل بسهولة وأماندا وداني بيلقوا نفسهم في الغرفة اللي مات فيها آدم وهرب منها الدكتور جوردون في الجزء الأول بعد ما ضحب رجله علشان يعيش وهنا بيدخل عليهم أجزافير ولما بتعرف أماندا موضوع الأرقام بتأكده إنها مش هتقوله الرقم اللي على ظهره فبيتجنن أجزافير لدرجة إنه بيقطع حتة من ظهره علشان يعرف رقمه كم لكن قبل ما يهجم على أماندا بيفوق داني وبالمنشار بيجرحوا في رقابته وبيقع على الأرض ميت قدامهم حصل من كام ساعة أما إيريك فوصل للغرفة اللي مات فيها آدم وأول ما بيقرب من البانيو بيظهر شخص مقنع بيديله حقنا تخليه يفقد الوعي تماما في الحال وبريتني بتتصدم إن بعد مرور الثلاث ساعات اتفتحت خزنة في المكان جواها داني سليم وعايش ولما بيفوق إيريك في المكان بيلاقي جنبه مسجل وعلي صوت أماندا أماندا بتقوله إنه غير حياتها في المرة الأولى لما دخلها السجن وفي المرة التانية جيكسو هو اللي غير حياتها واعتبرته مسالها الأعلى وقررت تساعده في أعماله لكن التمن كان إنها ترجع للعبة من جديد مع داني وبتأكد له إن علاج السرطان كان الخلود بالنسبة لأعمال جون جيكسو يعني أماندا قررت ببساطة تحيي ذكر جون للأبد عن طريق تكملة أعماله حتى بعد موته وهنا بيفهم إيريك إنه لو كان فضل يسمع جون كان هيشوف ابنه بخير وما فيش حاجة هتحصل وبيلاقي إيريك نفسه رجله مربوطة وأماندا بتعرفه إنه ضحيتها الأولى وعلى خطة جون جيكسو بتقوله إن اللعبة خلاص انتهت وبتقفل عليه وبتمشي لكن يا تارى أماندا هيكون لها ضحايا تانية ولا لا وجون هيفضل عايش ويكمل معاها ولا لا كل ده هنعرفه في الأجزاء اللي جاية فتأكد إنك مشترك في القناة وانفعل الجرز لإن الأجزاء اللي جاية أقوى بكتير وبكده بينتهي فيلمنا النهاردة ما تنساش تدعمنا بلايك وتكتب لنا رأيك في كومنت علشان توصلك كل ملخصات HD فيلم